وقعت مؤسسة أبو هاشيمة الخير وجمعية الأرمان ظهر اليوم الخميس بروتوكول تعاونا لتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه تحت رعاية ومظلة التحالف الوطني للعمل الأهلية الموية نهاردة الحمد لله تحت مظلة التحالف الوطني عملنا بروتوكول بتوزيع 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا طبعا أنا بحب أشكر للتحالف الوطني لأنه بقنا بنيعمل فعاليات أكتر بقنا منظمين أكتر بقى فيه تعاون ما بين الجماعيات أكتر وأكتر البيانات ودي حاجة مهمة جدا ما بقاش فيها تضارب فكل الشكر والتقديل للتحالف الوطني وتحت المظلة دي بنمني بروتوكول النهاردة مع جماعية الأرمان اللي أنا بقى لي 13 سنة بشتغل معها الناس بنا نسجام كبير جدا طبعا 100 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجا وده واجب علينا بلا نستحق عليه الشكر نبني السادس دائما الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والفقراء وأصحاب الإعقات سواء كانت مرضى مزمنة أو إعقات حراقية فبنحاول بقدر الإمكان ندي أولوية للناس دي وعندنا قاعدة بيانات محترمة جدا 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 من خلال الجامعات القاعدية على مستوى جمهورية تقريبا عندنا 5400 جامعية نشتغل من خلالها كجامعية الأرمان التحالف الوطني أصلا من الأول حاطت خطته لخدمة الأسر الأكثر احتياجا عشان يرفع عن كاهلهم العبء خصوصا في الفترة الاقتصادية الحالية اللي احنا عايشين فيها فطبعا النهاردة الإعلان عن المبادرة دي أو عن البرتوكول اللي موقع بين أبو هشيمة الخير والأرمان ده جزء من خطة التحالف الوطني استعدادا للمسلم الرمضاني